نشأ منذ صباه بطلا هماما وفارسا مقداما فهو حقا من أشجع الشجعان وأحد فوارس الميدان إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل البعتة بعشر سنين وهو أول من أسلم من الصبيان فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فنام على فراشه ليلة الهجرة والمشركون محاصرون لداره بسيوفهم المسلطة متأهبون لقتل النائم على الفراش فأي شجاعة هذه وأي تضحية وأي إيمان بارز عمر بن عبد ود يوم الخندق وهو فارس قريش فقتله وبارز مرحبا يوم خيبر وهو فارس اليهود فضرب رأسه بالسيف فقتله تزوج فاطمة رضي الله عنها ورزق منها بالحسن والحسين وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم ومساعده حيث قال فيه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي وهو أعلم الصحابة بالقضاء قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قاضيا إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك وحبه بلا غلو من الإيمان قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق قاتل الخوارج يوم النهروان وهزمهم ولما وجد فيهم العلامة التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وبلغ رسوله كمن له ابن ملج من الخارجي وهو ذاهب إلى صلاة الفجر ففاجأه بضربة خائنة بالسيف على رأسه فسقط شهيدا وكان ذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة أربعين للهجرة فرضي الله تعالى عنه وأرضاه شكرا 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 شكرا